كما جرت العادة بعد كل انتخابات تجرى في العراق بعد عام 2003 دخلت البلاد مرحلة جمود سياسي حيث شد الصراع على تشكيل الحكومة بسبب تنافس قادة الأعزاب والكتل على المناصب بدءا من الخلاف الكبير بشان الكتلة الأكبر في البرلمان وترشيح هذه الكتلة لرئيس الحكومة فضلا عن الصراع على منصب رئاسة الجمهورية خلاف لم تحلوها الاجتماعات المتكررة بين الكتل آخر الاجتماع الذي عقد في منزل عمار الحكيم لقادة الإطار التنسيقي إذ لم يحمل البيان الختامي في ثناياه أي حل أو اتفاق ما يعني عدم أنهاء حالة الانسداد السياسي على الرغم من الدعاء الجميع بأنه يؤمن بمشاركة جميع الراغبين في تحمل مسؤولية البناء والإصلاح في المرحلة المقبلة وعدم التفرد بالسلطة والسبعاد الآخرين يأتي هذا مع وجود ما يسمى بفخ الثلث المعطل في البرلمان على الرغم من توجه أنظار الكتل السياسية إلى ما ستأول إليه جلسة البرلمان في يوم السبت السادس والعشرين من آذار الحالي والتي خصصت للتصويت على رئيس الجمهورية المقبلة فها هو الصدر دعا النواب المستقلين في مجلس النواب إلى إسناد الجلسة البرلمانية المقبلة الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية الجديد وعدم تعطيله بالثلث المعطل بينما يعتزم الإطار التنسيقي الممثل للميليشيات الموالية لإيران تعطيل الجلسة المرتقبة متهما الصدر بأنه ما زال مصرا على عدم التفاهم بخصوص الكتلة الأكبر وبين هذا وذاك تترسخ وتتعمق في الشارع العراقي خيبة أمل من العملية السياسية وقواها المتهمة بالفساد والمبنية على المحاصصة وسط مخاوف من تجدد العنف والاختيالات التي لاحط لائعها بين حين وحين ولسيما بين ميليشيا التيار الصدري وميليشيا العصائب وما حدث في المحافظات الجنوبية شاهد ودليل على تعقد المشهد السياسي والأمني